أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ أن الجهاز بدأ في أعمال اختبار المتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد معلم فصل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنية وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز وأستمر حتى 14 من ديسمبر القادم وأشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أنه من المقرر أن يخضع للاختبار 60719 متقدما لشغل عدد 14813 وظيفة معلم مساعد مشددا على أن الاختيار سيكون للأكفأ والأقدر من خلال اكتياز الاختبارات التي تتم بشكل إلكتروني وبدون أي تدخل بشرية